بسم الله الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله أيها الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد أظن الثامن الحلقة الثامنة من استشارات تربوية أو استشارات أسرية حيث الحديث عن التربية الوالدية والعلاقات الزوجية وحصريا علاقات في التفاعلية بجميع منصاتها وشاشاتها وعلى منصات الشخصية يزل عبدو وأتشرف دائما باللقاء بكم واليوم أظن 12 رمضان سرنا وإحنا بالأردني في عنا مثل شعبي عن رمضان وعن سرعته أحكي المعنى بعدين أحكي المثل أنه إذا انقضى عشر أيام من رمضان معناته رمضان خلص بدأ سريعا بالرحيل ونقولها إن عشر دشر إن عشر يعني إذا صار لو مضى من رمضان عشر أيام دشر يعني خلص تركنا بدأ يرحل سريعا فاستثمروا واستغلوا لحظات ودقائق وساعات وأيام والأسابيع المتبقية من رمضان فهو الشهر الخير والسعادة والدعى الدعى النفسية الرائعة شهر رمضان اليوم موضوعنا في غاية الأهمية وموضوعاتنا اعتقادة بينها تمس كل أسرة تمس كل طفل تمس كل مراهق تمس كل مراهقة تمس كل زوج وكل زوجة وموضوعنا اليوم يمسل الأسرة بشكل كامل اللي هو المدرسة التي نريد قبل ثلاث لقاءات اعتقادي أربع لقاءات تحدثنا عن مشاكل المدرسة اليوم هنحكي عن حلول والكثير من الناس سألوا عن حلول إيش نعمل إذا المدرسة ما عم اتطور أبنائنا إذا المدرسة ما عم تكفي أبنائنا إذا أولادنا فعليا عم نشعر أنا أنا بشعر أنا يزن عبده أشعر بأن أبنائي في المدرسة تضيع طاقاتهم ويضيع إبداعهم وتضيع لغتهم ويضيع دينهم ويضيع مواهبهم وتضيع مهاراتهم أنا بتكلم بصراحة على الهواء مباشرة ومثلي الكثير 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 من الأهل ممن لا يحبون مدارس أبنائهم سواء كانت بالمصطلح العام مدارس حكومية يعني تشرف عليها الوزارة التربية والتعليم في الدول مباشرة يعني رواتبها من الوزارة مباشرة أثاثها تعيناتها من الوزارة أو كانت من مدارس الأهلية أو الخاصة اللي هي استثمار مالي بيزنس هل هو حرام؟ لا طبعا مش حرام بالعكس بالعكس استثمار مهم استثمار ناجح لكن يجب أن يكون هناك التقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الاستثمار لأن التعليم بلا شك هو رسالة وهو تطوير وهو صناعة وهو فن قبل ما يكون استثمار لكن عايب يكون استثمار لا مش عايب أبدا مش عايب أبدا ولا حرام أبدا بس نتقي ربنا بهذا الاستثمار فأنا عم أتكلم على القطاعين ومش بس كلامي أنا بعترف أنا هذا كلامي ومش بس كلامي عم بحكي كلام كثير الكثير 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 من الأباء والأمهات أنا هحكي هلأ على كلام الأطفال الكثير من الأباء والأمهات يقولون بأن المدرسة هي محطة هي مكان يضعف أبنائنا يقتلوا إبداعهم يقتلوا مواهبهم يقتلوا مهاراتهم للأسف صحيح أنا أوافقكم تماما ما بخلفكم ولا رح أحاول أجمل وأعمل عمليات تجميل أو ترقيع لا 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 المدرسة حقيقة يجب أن ينتهي شكلها الحالي أنا ما بقول نغلقها ونسكرها ونروح والأولاد يظلوا بدون تعليم لا طبعا مش هيك أنا بقول تغيير شكلها الحالي فحكي لوين هنغيرها الآن المعلمون ماذا يقولون برضو المعلمون ترى غير سعداء بمدارسهم ينسب كبير منهم غير سعداء أنا معلم لسلوات طويلة وأنا لسه لحقد التعليم بأوج قوته بالتسعينات وأول ألفين كان أجمل بكثير من الآن لكن أيامها كما كنت غير راضي عن التعليم والآن معلمين كثر 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 غير راضين عن المدرسة وعن وزارات التربية والتعليم وعن الطلاب وعن الأهالي وعن الإدارة المدرسية وعن رواتبهم وعن أعدال الطلاب في مدارسهم بالأردنين نحييها اللوصة يعني كلها مشاكل ببعض فالمعلمين مش راضين من أسوأ لحظات المعلم في يومه أو المعلمة البعض أو النجمة مش موعة كبيرة الاستيقاظ صباحاً للذهاب للمدرسة ما بحبوها أعباء ومشاكل وطلاب ووزارات وإدارات وزملاء تعليم يمكن يكونوا صعبين إلى آخرين مشاكل 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 بؤرة المدرسة بؤرة بؤرة نواة مشاكل وين ما بدك تتفرج حتلاقي مشكلة أنا بتكلم عن درسة العربية بالمدرس بشكل عام بالعالم تعال لأولياء الأمور ما فيه ولي أمر مبسوط زي ما حكيتك قبل شوي لا أعلم عن مين أولاده ولا على طرق التدريس ولا على المناهج ولا على الإدارة ولا على الشوب ولا على البرد ولا على أعداد البالصف ولا على أثاث الصفوف ولا على تجهزات المدرسة ولا ولا أشي تعال لأ الإدارة المدرسية يا عم المعلمين إيش تغلوش تعالوا مشاكل الله الأهالي مغالبين الطلاب مغالبين مشاكل مشاكل عند الإدارة المدرسية تعالوا إلى الوزارة التربية والتعليم وقعد مع أي وزير التربية والتعليم بيشد شعره بيشد قميصه مشان الله رايحوني منها الوزارة كلها مشاكل وكلها أعباء ومش عارفين نطور ومش عارفين ندرب لمعلمين بردوش علينا الإدارات بتردش علينا فيش معنا موازنات فيش معنا ميزانيات فيش معنا كاش مش قادرين نبني مدارس مش قادرين نوظف مع المين كفاية مش قادرين نشترى ثلاثة مشاكل روح على فوين ما وليت وجهك في موضوع المدرسة حتلاقي مشاكل كثيرة جدا راح احكي عن نظرة الطلاب اللي هي انا بتهمني جدا نظر الطلاب لكن بعد ما راح اخد اخونا هارون من السودان هارون سلام عليك السلام الرحمن سيد الدكتور حياك الله اخي هارون يزاك الله خير واحسان يا اخي يا رب انت طلوت مننا قبل حلقات بانه نتحدث عن كيف نتعامل مع ابنائنا بحالة ضعف المدرسة شوالله اليوم هاي حلقتنا مخصص لهذا الموضوع نعم انا نعم كان يعني شاركت معكم قبل اليوم في هذا الموضوع كما ذكرت وتفضلت بها انت التعليم يعني يواجه مشكلة من كل العاملين في الحقل التعليمي سواء كان الوزارة او الادارة في المدرسة او المعلمون انفسهم او اولياء العمور او حتى الطلبة انفسهم صحيح بالتالي اصبح التعليم يعني مسئولية اجتماعية مشتركة صحيح فاي واحد غير راضي الطلاب ما راضين الاولياء العمور ما راضين يعني الوزارة ما راضي حتى ادارة حتى المعلم هو داخل الفصل لكن غير راضي عن الاداء الذي هو يؤديه بالنسبة امام طلاميذي مئة بمئة فاذا ما دام ما اصبح التعليم مسئولية مشتركة تضامنية علينا ان احنا كلنا نتضافر جهود حول تحسين التعليم نعم باعتبار ان التعليم يعني اول سورة نزلت في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق فاذا يعني لا مجال للحياة بدون تعليم بلا شك لكن اعتقادي اخي هارون شكل التعليم الحالي يجب ان يتغير وهذا ما ساطرقه بكل جرأة هاي الحلقة خليك معنا لا رح نحكي عن هذا الموضوع هارون ان شاء الله نعم نعم اشكرك اخي هارون نعم نعم اي اضافة فهمت كلاما نعم الله يرضى عليك اشكرك اشكرك الله يرضى عليكم انا اضم صوتي كالعادل صوت اخي هارون صديق البرنامج انه التعليم الان انا عم بذكر امثلة حقيقة من واقع من واقع المدارس والتربي والتعليم والوزارات ما في حدا راضي عن ما يحدث لا المعلم راضي ولا مؤلفي المناهج راضيين ولا الوزارة راضية ولا الادارة راضية ولا الاهالي راضيين ولا الطلاب راضيين سحكي عن رأي الطلاب بعد شوي لكن اسمعني برضو هاي مشكلة كبرى في المناطق المكتظة حتى الشوارع مش راضي عن المدارس بشكل هالحالي ازمات مرورية صباحا ازمات مرورية مساءا سواقة سائخي الباصات اخوانا واحبائنا لكن جزء كبير منهم بسوق وباحتراف او بسوق الباص باحتراف لكن جزء كويس منهم بلاخ مملاخمة بسوق بكل عنف وبسب وبجتم ومع طلاب وطالبات بالصف وبعفوا بالباص وبتلاقيه بطلع راسه من الشباك هذا السائق وبسب على جنبه بكلام كتير سيء للأسف الشديد وحاشر بهالباص بزورك بالباص بنحكيها بالأردني فمشاكل المدرسة بوضعها الحالي بواقع الشكل الحالي مش مناسبة طيب احكي ليش اكتر بس احكي عن الطلاب بالطلاب تعالوا قد مع الطلاب اجلس مع ابنك وبنتك ليش اجلس انت بدون ما تجلس ما انت عارف انت عارفة وانت عارف انه اسألوا ايش اكتر ثلاثة اشياء بتكرهها في حياتك بيقولك ورقم واحد المدرسة رقم تنين الشيطان رقم ثلاثة بجوز فلان ولا فلانة يا جماعة ابنائنا يكرهون مدارسهم بشكل هالحالي انا برجع بحكي انا لا ادعو من خلال هاي المنصة الاعلامية الراقية الى اغلاق المدارس ابدا التعليم مواجب التعليم اساسي زي ما حكى اخونا هارود الان عن الاتصال انه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان معنق الايات اول ما نزل القراءة والكتاب والقلم طبعا التعليم نازم لكن الدعوة من هذه المنصة الراقية قاف التفاعلية ومن منصات اقلال شخصية الى تغيير الى البدء فعلا 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 بدنا وزير التربيه وتعليم عربي يقول يا عمي انا الها انا بدي ابدأ افكر باللي حكاية يزل بدي ابدأ اشتغل اطور شكل المدرسة واخلي شكل المدرسة مختلف هحكي الان عن بعض الافكار عملية لكن حتى الطلاب بكرهون مدارسهم يا جماعة انت شو بدك اسوء من شعور الكروه اسأل تسعة وتسعة بلات تسعة حسين تمانين بالمية تمانين بالمية اذا مش اكتر من من ولادنا اسألهم بتحب من درستك بقول لك اعوذوا بالله من الشياطين ايش اسعد ايام للاسبوعك لما اكون بعيد عن مدرسة اللي هو الويك ان تبعي اجازتي قميز جمعة سبت سبت احد ما بعرف جمعة سبت طيب ايش اتعص لحظاتك يوم الاحد ليش او لما ابدأ داو او التنين الدول بتعطل سبت واحد او جمعة سبت ليش انه هذا اول يوم دوام مدرسة طيب في صحابك بس ما بحبهم يا امي ما بحب المدرسة المدرسة لي حس بتقيدني طيب اعطيكم دليل اخر هذا السؤال دليل اولادنا ما بحبون مدرسة المدرسة غير مرغوبة لولادنا المدرسة بتفشل اولادنا عمالها طيب دليل اخر لما يكونوا باخر يوم اضحانات اش بيعمل بكتبة اولادي وبتفاتر وبيمزعها بيمزقها تمزيق أشر تمزيق في عنفه وفي انتقام لانو مغلولين من المناهج مغلولين من المعلمين مغلولين من الإدارة مغلولين من الوزارة حتى ولادنا حتى ولادنا أصعب مرحلة أصعب مرحلة مرحلة فاصلة في الحياة هي مرحلة الثانوية العامة لما خلص المدرسة عندنا بالأردن يسميها توجيه بسوريا بسموها بكالوريا مش عارفوا يسموها بصار إيش مرحلة ثانوية من أصعب المراحل من أصعب المراحل الدار والعمارة والحارة كلها بتتوتر إذا في عندنا طالب أو طالبة عم بدرس الامتحان النهائي تبع المدرسة بدي يخلص التوجيه الأردني ولا البكالوريا ولا الثانوية العامة ولا غيره مأساة مأساة بكل أبعادها مأساة بكل أبعادها طيب بلاش والأخطر من هيك هل أولادي لما يطلع للجامعة أو يطلع لسوق العمل وعاش عندك بمدرستك 14 سنة إذا من الروضة للصف 12 أو 12 سنة إذا من الأول للصف 12 عنده مهرات قدرة تفكيه ما عنده إشيه فعليا فعليا ما عنده إشيه أولادنا بقول لك بابا من شاء الله يزمين ليش أدرس هاي المادة أنا ما بحب الجغرافيا يا أخي أنا ما بحب الرياضيات بس بحب الكذا طيب ليش بتدرسون أشياء ما بدي إياها ليش بتدرسون أشياء فعلا ما بحتاجها وفعلا كلام إبننا صح يعني قصلك يا يزن إنه المناهج من ضعف المدرسة إنه المناهج منفوخة على الفاضي فيها معلومات مكدسة فارغة جواب نعم جواب نعم يعني وأنا حبته هلأ بالحلول حبته بالحلول وركزه معي يعني مش قرآن منزل إنه ابني يضل 12 سنة من صف أول لصف الثاني الثانوي من 6 سنين لـ 17-18 سنة بالمدرسة جواب نعم من حكى لك إنه هذا قرآن منزل أو كتاب منزل أبدا يعني قصدك يا زن هذا الحل الأول يا وزارات التربية والتعليم يجب اختصار سنوات سنوات التعلم لأبنائنا ليش 12 سنة أو 14 مع الروضة ليش منخليها 10 يا أخي ليش منخليها 8 ليش منخليها أقل من هيك ونبدأ ننقض ننقض فرويد والأمور التي أخطأ فيها وقثبت علميا حلقة الماضية حكيت عن موضوع المراقة إنه ابني خلص مدرسة على عمر 13-14 ليش 18 ليش المناهج المملوئة بفراغات ملهاش داعي وفعليا أنا قعت مع خبراء مناهج من أكثر أو في أكثر من دولة عربية بقولهم يا جماعة هذا لازم ياخدوا السكوبان سيكونس اللي هو إحنا نسميه المدى والتتابع المدى والتتابع بكونوا حطين يعني إشي لازم يخلصوا بالصف الأول مثلا بالرياضيات عشان يقدر بالصف الثاني يكمل بعدين يخلص للثالث فيه إشي اسمه مدى والتتابع فيه داعي أنه نطلب من طالب الصف الأول أنه يتقن عشر مهارات بالرياضيات والله العظيم كلهم خبراء في المغرب العربي بدون أذكر دولة في الخليج وفي بلاد الشام بقول لك لا لا والله بكفيه أربعة طيب ليش المبالغة يعني إحنا نقدر نختصر نصف الصف الأول الجواب آه والأربعة الثانيين ما باخدهم بتاني عادي ما فيه مشكلة يعني فعليا إحنا بثمان سنوات أولادنا بيقدر يكونوا بخلصين مدرسة بثمان سنوات يعني بعمر أربعة عشر خمسة عشر طبعا أنا بعرف البعض هلأ بدون ينصدم يعني ابني يدخل الجامعة عمره خمسة عشر ستعاش عندي اعتراضين هذا كلامك وأنا بسمعك اعتراض الأول أنه ابني السلام مش ناضج هذا كلام فرويد لا لا ابنك ناضج ابنك ناضج حكيت على الحلقة الماضية من قبل خمسين سنة من جيل ستي حميدي حكيت عنها الحلقة الماضية لآدم كله خمسة عشر ستعاش بيكون في قمة النضج البنت تتزوج بعمر ثمانطعش والشاب تتزوج بعمر ثمانطعش عشرين خلصت فكت هيك الحياة البشرية ربنا خلق البشر فعليا وعلميا سيبوكم من فرويد والدعاية الغربية لفرويد خلق البشر عنده قدرة باثنعشر سنة وحكيتها المرة الماضية يكون عنده اشي من سمية تفكير تجريدي خلص بندج فكره تحليل تركيب السنتاج شرحتها المرة الماضية مش هشرحها المرة وعمر ثلاثة أربع عشر مبلغ فهو اكتمل نموه الأربعة جسديا مكتمل آخر جهاز اشتغل عنده جهاز الجنسي الجهاز التناسلي عنده وعنده خلصت فكر صار جاهز تنين اجتماعيا جاهز بقدر يكون له شخصيته والإيقو مساحتي وحكيت عنها بالحلقة الماضية ذهنيا جاهز عقليا جاهز أنا عندي قدرة تفكير تجريدي تحليل تركيب السنتاج اتخذ قرار مهرات عليا تمام ونفسيا جاهز بحب وبكره وبخاف وكذا وبميل الجنس الآخر طبيعي طبيعي تمام بدي أخذ لي كمان خبرة ثلاث أربع سنوات بأخذها لعمر ستتاش سبع طعش بفترة الجامعة اللي بتكون بعمر خمسة ستاش ما في مشكلة وبعدين خلص بطلع للحياة بخلص مراحل الدراسية المدرسية والجامعية ما في داعي للفرويديات والأفكار الشيطانية من فرويد أجبر ولادي أنه يضل عمر 18 وبالمدرسة ما في داعي هذا الفكرة الأولى فكروا فيها فكروا فيها اللي هو اختصار المدرسة واختصار سنوات دراسة واختزال المناهج الدراسية واختصارها وترشيقها خلينا ناخد عمر من مصر أخي عمر سلام عليكم السلام عليكم دكتورنا الغالي أخبارك إيه حياك الله الله أرضو عليك الحمد لله كان عندي بس وجهة نظر يعني في نقطتين بالزبط يعني النقطة الأولى من بداية خالص الأباء نفسها ما بيعرفش الابن هو ليه بيتعلم إيه الفكرة والحكمة من أننا تعلم إيه الفكرة من أننا بروح مدرسة وبكتهد فيها إيه الفكرة إيه الفكرة كلها إنهم بيربطوا الطفل بنظرة مادية أنت تطلع عشان تبقى دكتور عشان تشرفنا عشان تكسى فلوس كلها دي أمور ما مذهاش دافع الدافع القوي اللي بيبنى الطفل هو دافع العقيدة أنا ليه بيتعلم عشان توفيد دينك أكتر عشان تكون شخص مؤثر جميل عشان تكون شخص فعال في المجتمع تفيد أمتك صحيح يبنى من الطفل من البداية خالص خالص بيبقى عليه هدف هو بيسعاله لكن هو أنا بروح المدرسة اللي عشان أبقى دكتور أنا مش عايز يبقى معي فلوس مش عايز أبقى دكتور في الطفل ما بيبريكش ده اللي ممكن يعني ممكن بعد التلاتين أنا أدرك إن أنا عايز فلوس لكن في الأثناء الفترة دي أنا بجرب باشتغل هنا واروح هنا مش فارق معايا قوي التعليم صحيح آآ بتعلم عشان أهلي معلمين يعلمون خلاص عشان ده بقى بتاع الدولة أو بتاع المجتمع إن أنا لازم أخلص كلية عشان أبقى شكل حلو ووجهة اجتماعية نعم وتجي تشوف مثلا حد متخذج من الجامعة آآ يعني زمان كان الطفل بيوصل اتنشر سنة هو حفظ القرآن الكريم وحفظ الحديث ويعني وحفظ القرآن بقراءاته نعم الآن المتخذج ممكن ما بيعرفش يقرأ الفتحة صح فدي مشكلة دي مشكلة كبيرة طب وليه مثلا الطفل أنا يعني احنا دكتورنا الغالي كأننا رحيين مدرسة وكأننا عندنا تعليم يعني بس في الواقع ما فيه دور المتشرن نفسي في المدرسة إيه إن أنا مثلا دوره إن أنا الطفل من وهو صبير خالص بعد رأبه أشوف في واحد بيحب يفك زراير معينة يحب يلك بحاجة عامل عندي فايل مكاتب فيه تاريخ الطفل ده إن هو ليه رغبة وتوجه ليه حاجة معينة في طفل مثلا ممكن ما يكونش زاكي في الرياضيات ولا في اللغة العربية بس عنده زكاة اجتماعي بيحل مشاكل صحابه فأعرف إن ده عنده زكاة اجتماعي فابقى عندي في الفايل بتاعه إن هو بيقدر يطور ده فأعرف أطوره أشغاله في حاجات نفسية جميل مفيش حد بيعمل كده عمر كلامك جميل ولا يمل منه عن جد حقيقة وأصبت الوجع أشكرك أشكرك عمر أشكر مداخلتك كثير يعني أنا بحب أستمع أكيد الجميع واتصالاتكم دائما موجودة هاي ألقام هواتف البرنامج موجودة ممكن تبعتوا تكست ميسج أو رسالة صية أو اتصال هاتفي أو رسالة صوتية أو تبعتون احكوا معنا فإحنا بحكي معكم لأنه موضوع مهم جدا مستقبل ولادنا عم بضيع يا جماعة أمن أمن الدول أمن الدول أمن الدول اقتصاد الدول السياسة في الدول إيش ما بدك في الدولة مهددة مهددة حقيقة بسبب ضعف المدرسة بسبب ضعف وزارات تربية والتعليم بسبب شكل المدرسة وعمر إحنا لو لو مدينا الحلقة هاي لآخر رمضان ما بكفينا نحكي عن سلبيات المدرسة الحالية إني لازم تتحسن عمر بحكي أشياء مهمة جدا يا جماعة أولادنا بروحوا المدرسة وهم مش عارفين إيش بروحوا أو مش فاهمين أو ما بهمهم مش فعليا حكى عمر صحيح من مصر بقول يا جماعة وإحنا بالأردن وبلاد الشام وبالخليج وبالمغرب العربي وحتى مدارسنا العربية في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها بقول لك يا عمي إنت ليش بني رايح والله أنا رايح عشان أبوي بده إياني دكتور ما يخي أنا ما بدي إياني دكتور الطفل تحرك متعته حكيناها الحلقات الماضية طب هل المدرسة ممتعة لا 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 المدرسة كئيبة مدارسنا أنا بحكيها دائما مدارسنا في الوطن العربي تعتبر مدارس طاردة طاردة تطرد ولادنا الطرد بالمناهج بالمباني بالأثاث بأسليم المعلمين للأسف بأسليم الإدارات حتى الزملاء والزميلات حتى أهل ولياء الأمور الآخرين كلها عوامل طاردة حتى توقيت المدرسة حتى الاختبارات في المدرسة حتى حج المعلمات في المدرسة حتى كيف نفكر في المدرسة التعليم وليس التعليم الذي يتم مع أبنانا كلها عوامل طرد حقيقية المدرسة يا جماعة وضعها وشكلها الحالي منظومة مهترئة تهدد الأمن القومي وحيات ربي في المجتمعات الإنسانية يجب أن يتغير شكلها المدرسة من شكل حالي شكل أنحق طرحه إذن الاقتراح الأول المناهج ترشق المناهج تختصر هذا واحد وبالتالي عدد سنوات دراسة يجب أن تقل الأمر الثاني يجب يجب أن ورقزوا معي فيها هون كثير مهمة هاي فرضتها كورونا وأنا حكيت فيها أول مرة بالألفين واثناش على إحدى الإذاعات في الأردن حكيت عن شكل المدرسة القادمة هو شكل تعلم عن بعد وليس التعلم الوجاهي ما في داعي نبني مدارس ونفرغ مساحات المدرسة على ماذا تحتوي تحتوي على إعطاء الطفل أو الطالب أو الطالب معارف معلومات حكينا قبل شوي من أن نختصرها أصلا الأمر الثاني علاقات علاقات اجتماعية أساسي كيف أكون صدقات وكيف أحل مشاكل وتنمر وتنمر ومعلم عصبي معلم مش عصبي هاي هاي علاقات اجتماعية والأمر الثالث علاقات جسدية أو تنمية عفوا تنمية جسد الرياضة وحساس الرياضة وحساس الأنشطة وإلى غري وأمر آخر الرابع اللي هو المهارات الحياتية هاي هي المدرسة اللي إحنا بدنا إياها تمام طيب شو الداعي شو الداعي إنه يضل المعارف طبعا إحنا المدرسة الحالية إذا سألنا حالنا المدرسة الحالية شو بتعمل هي بس بتلقن معارف بتلقن مش 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 بتطور قدرة الطالب على اكتساب المعرفة في فرق كبير إحنا منلقن إحنا منيجي للطالب من صف أول حتى صف 12 نفتح مخه ومنصب فيه المعلومات صب منسكر مخه فهم فهم ما فهم إيش يجعله لا يفهم يلا اللي بعده مصنع تعليب قميء وزعج ما منعلم الطفل يبحث على المعرفة تمام طيب هل منعلم الطفل علاقات اجتماعية برضو لا برضو لا روح على أي مدرسة في الوطن العربي بوقت الاستراحة اللي هي بجزمن أكثر الأماكن اللي فيها علاقات اجتماعية بس يطلع الطفل على الساحة وياكل سندوشته ويلعب ويتحرك المعلمين المناوبين شو بيعملوا بتكتفين أو قاعدين بتفرجوا بيمشوا أو قاعدين على كرسي وفاتح الموبايل لمعلم وبشوف أو المعلمة طيب يا أخي لاحظ لاحظ طلابك بالبريك كيف حلقتهم اجتماعية اقرأ زلوكهم المرشد التربة والمرشد الاجتماعي ادخل شوف طلع احكي ما فيه أنا يا جماعة دوري كمعلم هيك المعلمين أفتح مخ الطالب أصب المعلومات ألقوا المعلومات وأسكروا فهم فهم ما هي شي جعلوا يا فهم دور اجتماعي شو بتحكي عنه يزن شو بتحكي طيب دور مهارات حياة ولا بيعرفوا عنها هاي شي أغلب المعلمين محترامي وتقديري والله عراسي بس أغلب المعلمين ما بيشتغلوا مهارات حياة طيب مهارات التعلم الأساسية ABC تعلم تعلم جمعي تعلم بالمشاريع بحث معي على المنهج ولا إشي شو بيشو الطالب يبحث معي على المنهج إذا ما أنت صاحية يزن عبدو هيك هيك حيكون ردي معلمين بسمعوني المعلمين شو اللي يبحث على المنهج ما هي منهج جاهز من وزارة مطبوع هذا المنهج مألفين وجهابذة وزارة التربية والتعليم في الدولة وفي كذا وفي كذا ما نضحك على الحياة معلمين أنا شفت المناهج كيف تتنفذ شفت المناهج كيف تنشغل شفت فلان تعال عشان تاخد آخر الشهر مكافأة مقابل أنك أنت اسمك على المناهج شفت كيف المناهج بنحط اسم المؤلف عشان يفتخر قدام عائلته لكن معلوماته صفر شفت المناهج وطن العربية كيف تنسى لك سرقة شفت بيوت الشعر كيف تتحرف وبتنسى لك سرقة مناهجنا بتكون أفتح مناهج فضايح شفت كيف المناهج اللي عم تنكتب في الوطن العربي مسافة خمس ست سنين ضوئية بينها وبين الحقائق العلمية الموجودة في العالم شفت كيف المناهج بتسحب ابني لورا سحب حتى بالمعارف حتى بيطلق له معلومات غلط وكذب ومشوهة مناهجنا أعوذ بالله من مناهجنا صراحة صراحة عشان يكب على الدول الآن راح تستورد مناهجها من الغرب لأنها حديثة بالفيزيو بالكيميا وبالبيو وبغيرها أما مناهجنا تعتمد على الدولة العربية تقليف مناهج في غاية الضعف في غاية الهزل يزلم حتى مناهج الدين منلاقي فيها أخطاء بتخوف منلاقي فيها سرقات إشي غير شكل أنا ما بحكي عن دولة بعينها بحكي لا أستثني منها أحدا يلا روحوا طيب الموضوع اللي بحكي فيه إنه لا داعي للمبادئ المدرسية ما في داعي إحنا بدنا مبنى إحنا بدنا مبنى مرتب باستطيع الطفل أو الطالب أو الطالبي مختلف في الراحة العمرية يروح في أول ثلاث سنوات عم باخد المواد الأساسية اللغات اللغة العربية اللغة الإنجليزية ما فيه مشكلة الرياضيات باخد بعض المواد عشان تأسس وجها لوجه بس من رابع وفوق ما فيه داعي المعارف ياخدها في موقع مدرسة في يعني كثير كثير أشياء تاني يمكن ياخدها فيها المعارف لكن بعد من أطلع الفاصل راح نكمل هذا الموضوع أكيد حبا وكرما نخليكم جمقا في التفاعليه نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قافي التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وAndroid وتابعنا أينما كنت قافي التفاعلية معك أينما كنت قافي التفاعلية سليم وقول حسن وقول حسن حياكم الله من جديد ما زلنا نتواصل عن المدرسة التي نريد وكنت عن بعض حلول الحل الثاني أو الثالث هو أن المدرسة لا داعي لأن يذهب أبناؤنا لها يوميا أبدا يعني كورونا بعرف إنها في غاية الصعوبة كانت لكن في كثير من الأهالي وكثير من الطلاب وكثير من المدارس الثلاث مكونات نجحوا نجحوا نجحا باهرا بموضوع التعلم المعرفي عن بعد تعلم المعرفي عن بعد نجحوا فيه في دول في مدارس وفي مدارس وفي دول فشلت فشلا دريعا بس حتى الدول فشلت فشلا دريعا وجدنا مدارس نجحت نجحا باهرا ليش؟ لأنه فيه أم واعية وفيه أب واعي وفيه طفل أو طالب حابب ومش حابب بس دعم المدرسة ودعم المعلمين ودعم الأهل إلو مش يو كان من أروع ما يكون في بعض الطلاب يقول لك عمي ياريت نرجع للتعلم عن بعد زي ما كنا بكورونا فعليا الانتاجية زادت وما في داعي أصحى الصبح وبكير وألبس وأطلع بالمواصلات وأشوب وأبرد بالشتاء وأتبهدل وأوصل بكير ما فيه داعي أنا ببيتي في عندي نظام واضح صارم زي أكيني بالمدرسة وأكثر وفيه أهل مدربين طبعا شوفوا المدرسة الشكل الجديد للمدرسة اللي بحكي عنها ما بيصير بكبسة زر هاي معلومة مهمة بدنا نجهز كوادر تعليمية بدنا نجهز بنية احتية قوية بدنا نجهز معلمين بدنا نجهز أهالي بدنا نجهز عمرات حكي الآن عن بعض فكرة العمارة لأنه المرأة العاملة فيها إشكالية فبدنا نجهز لجهزات كبيرة بس هي الفكرة لازم نقتنع فيها وندرسها ونبدأ نطبق فيها فعليا فما في داعي للمباني المدرسية اللي بتكلف الدولة ملايين لملايين لملايين ما في داعي في عندي مبنى موجود مؤهل لتعليم الصغار أول ثاني ثالث والروضة تمام لكن الرابع وفوق في مبنى بيجي الطفل يومين أو ثلاثة بالأسبوع لساعات معينة بيجي بس بعمل أنشطة اجتماعية بلعب و بتحرك و باكل و في مشرفين معا للجروب الكبير و فيه أنشطة رياضية زي حسن الرياضة ما احنا نعمل حسن الرياضة في الغالب في الوطن العربي حسن الرياضة في الأسبوع و بيجي ليومين بيعمل فيه رياضة بيعمل فيه اكتيفتي اجتماعية و بيعمل فيه اكتيفتي لمهارات الحياة أنشطة تدريبية لمهارات الحياة الستة اتصال وتواصل حل المشكلات تخذ قرار دهات وقت تذكر ناقض عمل جماعي هادول دائما بحكي فيهم ففيه تلت تلت المدرسة باخده من رابع وفوق في البيت معرفي في عندهم علمينو اونلاين فيه اشي مسجل فيه اشي لاي فيه اشي اسئلة فيه مش فاهم فيه فاهم وهاي بكورونا ابدعنا وطورنا وانا شهدت على على العديد من دولة عربية كثيرها طورت فيها التعلم المعرفي عن بعد ففي تلت تلت التعلم والتعليم بالمدرسة التي نريد هو تطوير جسد وعلاقات اجتماعية ومواهب وهوايات تعال زي ما حكى اخونا عمر من مصر قبل شوي انتش عندك هواية خبرني بنعرضه على مرة بعزف مرة بالعب الرياضة وفيه ناس اخصائيين بكتبوا انه هذا رياضي واضح هذا مثلا موسيقي واضح هذا خطابي واضح هذا كوميدي واضح هذا اعلامي واضح فيه اختبار اسمه ام بي تي اي كعرفوه وعملوه يا جماعة التلت معرفي وهو عن بعد من رابع وفوق ما فيه داعي يجي المدرسة الاختبارات في الاختبارات كلنا عملنا كورونا اختبارات عن بعد وكانت احلى منها ما فيه بنحل الموضوع بسهولة التلت التاني للمدرسة التي نريد هي تطوير علاقات اجتماعية وقدرات جسدية من الرياضة ومهارات ومواهب مواهب وهوايات عفوا مواهب وهوايات خلينا نعمل انشطة مختلفة عشان نكتشف هذه هوايات التلت التالت هي تطوير مهارات حياة تلت كامل بالنسبة لي اهم من المعرفة لسه تطوير المهارات الحياتية من خلال انشطة مش من خلال كتب مدرسية اسمعوا احفظوا سمع لا 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 بلعب لعبة ها شو استفدنا من هاي اللعبة تعالوا هاي والله آه عرفنا كيف نفكر مع بعض كجروب كعمل جماعي عشان نحل مشكلتنا آه والله بتحرف اللعبة هاي مليان انشطة موجودة فالمدرسة التي نريد نقسمها الى ثلاث التلت الأول معرفي في البيت من خلال اشطة معرفية اونلاين مضبوطة مربوطة مضبطة فيها تقييمات حلوة التلت الثاني في مكان اسمه مكان الانشطة ما بدي اسميه حتى مدرسة بعمل فيه هوايات ومهارات وهوايات ومواهب ورياضة وعلاقات اجتماعية وبرضه فيه اشي منسميه اللي هو مهارات الحياتية ممكن يكون جوه هذا الموقع او حتى باخد اشي منه للبيت وبيشتغلوا مع اصحابه بروح زوروا اصحابه بعملوا بعملوا مشروع لتطوير مهارات الحياة فالمدرسة التي نريد ليست فقط معارف ليست فقط تلقين ليست فقط صم وحفظ وتسميع هي تطوير معارف وهوايات ومهارات حياتية هذه المدرسة التي نريد معنا محمد من الجزائر محمد سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته حياك الله اخي محمد تفضل يا سيدي ما رأيك بما تم طرحه حتى الان والله الموضوع متشاعب والحديث ذو شجون كما يقال نعم وانا قضيت اها محضر قضيت ثلاث عقد في التعليم مواما جيته في التعليم ما شاء الله ثلاثين عام بالتعليم نعم مواما جيته في التعليم ما شاء الله ما شاء الله في اي منطقة بالجزائر اخي محمد الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة نحن جغرافينا نتمي الجزائر العاصمة أنا زورت جزائر العاصمة وزورت كذلك غرداية من المناطق الجميلة كل جزائر جميلة في الجنوب غرداية زورت وانا كذلك ما رأيك بالتعليم وأنت مخضرا بالتعليم والله حين نتأمل المناهج والبرامج الجديدة هناك فرق شاسع بين المناهج والبرامج القديمة المناهج والبرامج القديمة كانت تعلم تطور تنمي تربي أما هذا المناهج والبرامج فهي كما أسلفنا القول فهي برامج ومناهج جافة وفارغة وفارغة أيضا طبعا تحتاج إلى مراجعة إلى تطوير كما ذكرتم بالإضافة إلى إهمال الجنوب الثلاثة في التعليم الجانب الوجداني والحسي الحركي هذا الجواب الثلاثة ينبني عليها التعليم وما لاحظته خلال المساعدة المتواضعة أن الجنب الوجداني مهمل تماما ولذلك ولذلك تبقى هذه هذه الفجوات والها فوت في التعليم نعم أشكرك أخي محمد على المداخلة هل هناك إضافة أخرى تفضل؟ شكرا شكرا محمد من الجزائر رضي الله عنكم يا ربي وارضاكم ويعني هذه شهادة إنسان مخضرا بالتعليم من المغرب العربي من الجزائر الحبيبة أنا شخصيا في سلك التعليم من 96 من معلم بفضل الله تعالى لخبير دولي في التربية في التعليم مع منظمات دولية مثل يونسيف لقائد مشاريع في 6-7 دول عربية في مجال التربية والتعليم في المدارس فلا نتحدث نحن أهل التربية والتعليم وأنتم كذلك من فراغ يعني الوضع في غاية الخطورة المدارس الآن خطرة على أبنائنا طيب كنتم أتكلم أنه فيه تلت للتعليم المعرفي عن بعد من الصف الرابع ففوق من الصف الثالث فدون بالمدرسة أو في مواقعهم في مباني المدرسة الثلث الأول تعليم الرابع ففوق أونلاين الثلث الثاني هو عبارة عن أنشطة اجتماعية ورياضية ومهراء وهيويات تكتشف عند الأبناء وبرامج خاصة بالموهبة والإبداع عند الأبناء وهناك حقيقة في دول في الخليج العربي مثلا السعودية لديها تجربة رائدة في موضوع المواهب وتلمية المواهب عند الأبناء فثلت وقت ابني في السنة المدرسية يجب أن ينمى لديه موهبة ليش قتل الإبداع والمواهب أنا مش عارف إحنا دخلنا وطلعنا ملايين الملايين العرب أجيال وراء أجيال دخلت لم ينمى عندنا موهبة قتلت مواهبنا داخل المدارس حرام ولادنا كمان يقتل أو تقتل مواهبهم لأنه ما عندي منهج لازم أخلصه لازم أدرس عندي من الجلدة للجلدة أو من الصفحة الأولى لصفحة الأخيرة طب يا أخي صغروا لنا هالمناهج وعطونا إياها أونلاين ونموا مواهب ولادنا وإبداعاتهم ليش لا؟ ليش لا يا جماعة طيب والتلت الثالث مهارات حياة عشان يعرف يعيش يكون عنده مهارات الحياة حتى يحيا حتى يعيش كيف يحكي مع التانيين كيف يحل مشكلاته كيف يدير وقته كيف يفكر كيف يعمل عمل جماعي يا جماعة أنا بقعد مع أسر حكيت لكم مرات الماضية والله المشكلة الكبرى إنه الزوج مش متقبل إنه عنده زوج أولاد ما بعرف يعيش مع مجموعة ما بعرف هو عاشته لعمره متفرد أو لحاله أو برهم فمهارات الحياة أساسية ففي عندي معارف وفي عندي مواهب وإبداع وفي عندي مهارات حياة هذا هو المدرسة التي نريد هاي هي المدرسة التي نريد طيب خلينا ألخص الثلاثية هاي بإشي كتير مهم فكروا فيه أرجوكم فلسفة التربية والتعليم التي نريد وبناءً عليها حنبني تولز وأدوات وتكنيكس وتقنيات والآخرة يزن إيش رأيك بالمدرسة اللي بدنا إياها هلأ اسألني إيش إيش المدرسة بتمثلك في الأردن بلدي بقول لك هي عبارة عن علامات يجب أن يحصل عليها الطالب في الصف 12 حتى يدخل جامعة بس فيش إشي تاني ما في إشي تاني علامات لازم يحصلها في صف 12 عشان دخل جامعة تحكي لي تضحك علي وتقول لي مواهب هويات ما يقول لك أنت تضحك علي أنا شغال أحد مشاريعنا في الأردن مع الفين مدرسة أردنية الفين مدرسة أردنية إحنا عدد مدرس كلها يدوب 3000 في مدرسة فشايف واقع التربية التعليم في الأردن لا تحكي لي فيه بزقفه وبيجي الوزير أوه شطور أمور حط لي الوزر على جناب شخصياتهم أحسن مني بس كشغل وزير ليس عمل وزير هذا هذا عمل هو تحكي لي هاي فيه أنشطة بقول لك عين وعراسي بس غير كافية طب فيه برامج بقول لك برضو غير فاعلة بأمانة بأمانة موضوعية طيب شو فرسف تربية التعليم التي تدعو لها يزال التالي خليها أنا عشان الصغار والشباب يفهموا علي بشبيها فريق قرط قدم ثلاثة أربعة ستة ثلاثة أربعة ستة رغزوا معي فيها المدرسة يجب أن تقف عن أنها مكان لتلقين المعارف هذا اتفقنا عليه افتح مخ حطما ما بدناش طب شو بدك بدنا التالي بدنا المدرسة بأنشطتها ومناهجها وبرامجها ووو إلى آخره تهتم بثلاث أشياء أساسية ثم هذا خط الدفاع وفي عندي أربع أشياء هذا خط الوسط وفي عندي ست أشياء هذا الهجوم اختصار طب شو تلاث أشياء شو المدرسة دورها شو تلاث أشياء هدول التلاثة الأساسيات جدا بسميها نماء نماء هدول تلاث أشياء طب شو الأربعة هدول بسميهم علاقات المدرسة لازم تطور عند ابني منظومة علاقاته المتوازنة في الإسلام طب شو ستة المهارات الحياتية ستة لازم تطورها عند ابني كلهم حسب مرحلة العمرية صف أول صف تاني صف تاني صف هاي هي اللي بدنا إياها جزء صغير هلأ حتشوفوا منها المعرفة جزء صغير فهي ثلاثة أربعة ستة طب شو التلاثة النماء نماء عقل هذا المعرفة أوكي بس مش معرفة سطحية تذكروا حفظ لا لا بدي معرفة قدرة على التركيب والتحليل والسنتاج وتأخذ القرار هذا أولا تمام هذا واحد تطور المدرسة عند ابني نموه العقلي تنين نموه الانفعالي مشاعره الإيجابية وهي هاي المدارس اشي بنسميه احنا الذكاء الانفعالي في أربع مستويات المدرسة لازم تطوره عند ابني أول إشي بالذكاء الانفعالي أنه يفهم مشاعره يفهم انفعلاته يعرف ابني أنه هلا هو فرحان هلا غطبان هلا خايف هلا كرهان هلا بحب هاي المرحل الأولى من التربية الانفعالية ترى هاي المنظومة جواب برضو على سؤال أخونا هارون وغيره ايش نعمل مع أولادنا إذا المدرسة ضعيفة عم بحكي الحلول عم بحكي بعطيكم إنارات عشان أنتوا تدربوا أولادكم عليها في البيت بأفكاركم تمام فأول شي لازم يكون فيه معارف ونمو عقلي هذا التلاتة الأولى بيفكر بحلل بركب بالسنتج الأمر الثاني بالتلاتة الأولى النمو الانفعالي أول إشي بالنمو الانفعالي يفهم مشاعره الخطوة اللي بعديها يدير مشاعره ها زي ما حكى صلى الله عليه وسلم في إشي في الغرب فضحونا فيه إدارة الانفعالات نظرية إدارة الانفعالات الذكاء الانفعالي برا شوفوا الحديث وأنا أخذت عني دورة وجوز كلفتني بجوز لحالها 3000 دولار شوف تلخيصه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أيها أنتوا حكموا اللي هو إدارة الانفعالات أحبب حبيبك هون ما عسى يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هون ما عسى يكون حبيبك يوما ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني إدارة الانفعالات اللي هو المرتبة الثانية بالذكاء الانفعالي المرتبة الأولى اللي أفهم مشاعري المرتبة الثانية أني أديرها لما أحب بإغداق لأنه مجلس يكون عدوي بعد فترة وما أكره بكثرة لأنه مجلس يكون حبيبي بعد فترة الهوينة الهوينة هذا الثاني اللي هو إدارة الانفعالات الأمر الثالث بإدارة الانفعالات أو التربية الانفعالية أخلي ابني يفهم مشاعر الآخرين يفهم أنه هلأ أنا زعلاني أنا بالدايقة أخته زعلاني أخوه فرحان صاحبه كذا يفهم مشاعر من حوله هذه المرتبة الثالثة بالتربية الانفعالية أو الذكاء الانفعالي المرحلة الرابعة أساعد التانيين يديروا انفعالاتهم خلينا ألخص أنا كنت حابي يكون عندي بورد فإحنا منحكي ثلاثة هاي المدرسة اللي بدنا إياها بدنا تنمي عند ابني ثلاثة أربعة ستة الثلاثة الأولى اللي هي النماء حاجات النمائية الثلاث عقل مشاعر وجسد النمو الجسدي بدنا المدرسة يهتم بجساد أولادنا بالرياضة بالحركة تمام هاي الثلاثة الأولى هاي المدرسة هاي هذا التوازن لازم ابني للمدرسة تنمي فيه توازن بين عقله ومشاعره وجسده هاي الثلاثة الأولى تمام يا مدرسة وفرين لياها إن شاء الله المدرسة مش المفرة منها غير الأمر الأول وشوي من التالت التاني ولا بتعرف عنه إشي مشاعر أولادنا مهربدة كتير تعييسة في المدارس طيب شو الأربعة الأربعة هنحكي عنها لكن بعد ما لأخذ أختي آية من مصر آية سلام عليكم آية سلام عليكم تسمعينني آية أختي آية بنتي آية سلام عليكم طيب خلينا نرجع تصل مرة تاني بآية شباب لو سمحتوا ونيجي للأربعة للوسط الوخط الوسط حكينا نماء ثلاث أشياء جسم عقل مشاعر أربعة اللي هي منظومة العلاقات وهذه المنظومة أعتقد يعني رأيي أنا المتواضع الإسلام جاء ليعززها هناك أربع علاقات الإسلام يحثنا على أربع أشكال من العلاقات بتوازن علاقة الإنسان يا مدرسة خلي ابني يعرف كيف يعمل علاقة مع ذاته مع نفسه يحب نفسه يثق بنفسه ما يكون مغرور بنفسه ما يكون متكبر بنفسه يعرف يطور حاله يعرف يحط أهدافه يعرف يعمل إيش بنسميه اللي هو التحليل الرباعي أنا بعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي وبعرف تحدياتي اللي قدامي بعرف فرصي تعرف الإنسان على ذاته مين في مدرسة في الوطن العربي بتخلي ابني يتعرف على ذاته والله العظيم بضيع بذاته لما ابني يدخل مدرسة بضيع بكون بعرف حاله وإيش بيحب وإيش بيكره وإيش بالمدرسة ببطل إنه بدخل معلبات بدخل مصطع معلبات فالعلاقات إذن نماء حكيت نماء جسمه عقل ومشاعر هذول ثلاثة أربعة هذول دول المدرسة تنمي في ابني بتوازن علاقات أول إشي بنفسه بذاته حكيت كيف الأمر الثاني علاقته بخالقه علاقته بالله سبحانه وتعالى صلاته عبادته وعيه إيمانه الراسخ كيف يردع الشبهات حسب مراحل العمرية ثانيا علاقته بخالقه سبحانه وتعالى ثانثا علاقته بالآخرين علاقته بأبوه بأمه بإخوانه خواته أقاربه جيرانه أصدقائه وووو منظومة علاقات الواسعة والعالم بالأخير شو آداب التعاون مع الناس التعامل مع الناس احترام الآخرين تمام بدي يتعلم ابني هذا الموضوع في المدرسة الأمر الرابع علاقته بالأشياء فإحنا علاقات أربعة علاقته بنفسه بخالقه بالأشخاص رابعا بالأشياء كما علمنا إسلامنا لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فسيلة يعني هالقدة فإن استطاع ألا يقوم إلا ألا أين يزرعها فليفعل علاقتنا بالبيئة حتى يوم القيامة علاقتنا بالحجر والشجر والكون والتفكر والنجوم والكواكب زي ما كانوا علماءنا فهذه يسمعها منظومة علاقات في الإسلام بدنا إياها بالمدرسة بتواصل علموها لأولادنا بس علاقته بنفسه بخالقه بالأشخاص بالأشياء في أسهل من هيك ببرامج وأنشطة وتفكر فالمدرسة اللي بدنا إياها ثلاثة أربعة ستة الثلاثة نماء جسم ونماء عقل ونماء مشاعر حكيناها علاقات اللي هي بالنص بنفسه بخالقه بالأشخاص بالأشياء ستة اللي هي المهارات حتي اتخاذ قرار إدارة وقت تفكير ناقد وعمل جماعي هاي اللي بدنا إياها حقيقة في مدارسنا هاي المنظومة اللي إحنا بدنا إياها في مدارسنا طيب خلينا في سؤال أقرأ سريعا السلام عليكم أسأل الدكتور تسألني لابنتان واحدة خمسة عشر سنة والأخرى ستة عشر سنة وهما محجبتان يستعملان مواد التجميل في المنزل وأنا لست راض عن هذا لا نضغط عليهم ما داموا بالمنزل وتحية وتحية ماذا نتصرف طيب بس نرجع بالله لعمرهم كم عمرهم ذكروني شباب العمر بنتين خمسة عشر وستة عشر طيب هذا الموضوع يعني أنا لا أفتي دير رباركم أنا محكي من ناحية تربوية من ناحية تربوية الافتاء عند أهل الافتاء علمائنا وأساتتنا يعني الكبار لكن نحن مع اليافعين واليافعات كقاعدة أساسية لا نستخدم معهم الإجبار أبدا لا نستخدم معهم الإجبار ما بدي تحطوا ميك أب ممنوع إلى آخره الأمر الثاني الحل لأنه كل ما أجبرنا كل ما زادت تعلقهم وهم بسن خطيرة سن اليفاعة الجميلة والإيغو زي ما حكينا للملقاءات الماضية لأنا عندهم عالي فإذا كل ما عاندناهم راح يعاندونا أخونا الحل أمرين الأمر الأول زوجتك أن تقنعها بأنه الميك أب أو الميكياج المساحيق التجميل يعني غير مناسب للبنات ولا كي وكذا هذا الخطوة الأولى أساسية لم تقتنع زوجتك لا حل للأسف الأمر الثاني الحوار مع البنات بس تقتنع أنت وزوجتك نعود والحوار اللي بنتقل فيهم لمرحلة اسمها التدريج أخونا التدريج يعني إحنا ما بنعمل سويتش أوف ما بنغلق إنه كنت تحطني ميكياج هلأ خلاص بالتدريج ودرج درجة يخفي في كذا خفي في كذا إلى مع المديح لجمالها الطبيعي ما أسكاها الكتكوتة بنتي الأمورة هلخدود هالشعر الحلو بالله إحماك بدون مبالغة هذا هو السبيل للانتهاء من هذا الموضوع إن شاء الله هيك باختصار شديد نرجع للمدرسة سمحتولي إذن هذه هذه فلسفة المدرسة التي نريد التي نريد بدنا نمو بدنا توازن عند ولادنا تعلموهم بالبيت وبالمدرسة توازن بين نمأهم الجسدي والعقلي والمشاعري وبدنا توازن في منظومة علاقاتهم بالنفس وبالخالق بالله سبحانه وتعالى وبالأشخاص وبالأشياء ومهارات حياتية ستة تستطيع تواصلوا حال المشكلات تخذ قرار إدارة وقت في كده هذه المدرسة اللي لازم تبنى فلسفتها عليها وتنطلق إلى الأمام ببرامج ومناهج مختصرة يكون المنهج مبني على أساس الحداثة وعلى أساس أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية مش المعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية الآن بدي أذكر على كم شغلة مهمة جدا وحرجع بس لموضوع ليس هناك داع يا وزراء التربية والتعليم يا وزراء التربية والتعليم لا تكونوا تقليديين لا تخافوا من التجديد اللي بوافقوا إسلامنا ويوافقوا المنطق جدد وزارتك جدد مدرستك جدد فلسفتك وانطلق لا تخاف لا تخاف لا تضل جبان لا تضل جبان أنا بحكي وزراء التربية والتعليم خلق بكفينا جبن أنت عارف أنت أكثر مني لسه عارف بأن المدرسة اللي أنت مسؤول عن آلاف المدارس بدولتك المدرسة فاشلة بشكلها الحالي فاشلة طاردة قاتلة قاتمة لأبناءنا لأسرنا ما في داعي فالموضوع طبعا يطول جدا موضوع المدرسة هنا سنقف مش راح أفتح موضوع مدرسة مرة تانية لكن أتمنى 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 أن يكون الخطة على الأقل من هؤلاء خمس سنوات تبدأ التغيير الحقيقي في شكل المدرسة في الوطن العربي وأن نصل إلى المدرسة اللي نريد ليست مدرسة تلقين معارف بينما مدرسة تطور المنظومة الحكية تلاتة أربعة ستة أتمنى أن يلقى هذا يا ربي خير لنا في الدنيا والآخرة نلتقيكم بإذن الله وبحول الله في نفس الساعة الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة على الهواء مباشرة للقاء جديد حول موضوع استشعرات أسرية وإلى ذلك الحين أستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة